نشر المرصد الاقتصادي بقش خريطة لتوزيع الجغرافي للموارد الاقتصادية في اليمن وتقسيمها بحسب سيطرة أطراف الصرع واعتمد التقدير على حساب آخر موازنة تم عددها في اليمن وهي موازنة العام 2014 للموارد الاقتصادية والتي بلغت حينها 2.1 تلريون ريال وتنوع هذه الموارد بين قطاع النفط والخاص وموارد الضرائب والجمارك والضرائب أخرى بات السيطرة عليها مقسم بين أربع أطراف وهي حزب الإصلاح باعتباره المسيطرة على الشرعية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي والقوات المشتركة في الساحل الغربي وبحسب خارطة التوزيع يأتي حزب الإصلاح في المرتبة الأولى حيث يسيطر على نحو 1.6 تلريون ريال يمني بوقوع أغلب مناطق النفط والغاز التي تمثل 70% من إيرادات آخر موازنة للعام 2014 وفي المرتبة الثانية تسيطر جماعة الحوثي على إيرادات في المناطق المسيطرة عليها تقدر بنحو 385 مليار ريال يمني في حين أن موارد المناطق الخضعة لسيطرة الانتقال تصل إلى 164 مليار و28 مليار فقط للمناطق التي تسيطر عليها القوات المشتركة